بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل درس صغير وكبير أخذنا سابقا الأهداف التعليمية أن تقوموا المعلمة بقراءة قصة أحمد في السوق للتعريف بمفهوم صغير وكبير أن تقوموا المعلمة أيضا بشرح مفهوم صغير وكبير بعرض عدة صور وأن يكرر الطالب والطالبة إسماء المفاهيم خلف المعلمة ثم يصنف الطالب والطالبة مفهوم صغير وكبير وأيضا أن يمثل مفهوم صغير وكبير وفي الأخير أن يحلط طالب والطالبة عنشطة الكتاب الدراسي اليوم بإذن الله سنقوم بقراءة قصة أحمد في السوق بس قبل ما نبدأ لازم نذكر بأداب الدراسة عن بعد المدرسة عندنا قوانين أيضا في الدراسة عن بعد هناك قوانين أولا الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة إحضار الكتاب والقلم وبعض الأوراق عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس وفي الأخير الجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المعلمة مستعدين نبدأ؟ يلا خلونا نبدأ أولا بقصة أحمد في السوق أحمد في السوق ذهب أحمد للسوق وقام بشراء سيارة ودراجة لحظوا حجم السيارة والدراجة السيارة حجمها صغير صغير والدراجة حجمها كبير كبير إذن هنا مفهوم صغير وهنا مفهوم كبير أيضا ماذا اشترى أحمد من السوق؟ اشترى كرة حجمها صغير صغير وأيضا قام بشراء كرة أخرى لكن حجمها كبير كبير لاحظوا الفرق بين حجم هذه الكرة وهذه الكرة هنا الكرة حجمها صغير وهنا الكرة حجمها كبير كبير أيضا خلونا نشوف أحمد وش اشترى من السوق؟ أيضا قام بشراء كرسيا لاحظوا الكرسي هنا الأزرق حجمه مقارنة بالكرسي الآخر حجمه كبير كبير أما الكرسي الأصفر الذي قام بشرائه أحمد فحجمه يعتبر صغير إذن هنا كبير وهنا صغير صغير نكرر خلف المعلمة كبير ونقوم بعمل الإشارة وصغير صغير أيضا لاحظوا ماذا اشترى أحمد؟ من سوق الحيوانات اشترى صوس دجاجة ودجاجة لاحظوا الصوس مقارنة بحجم الدجاجة الصوس حجمه ماذا؟ صغير صغير أحسنتم أما الدجاجة فحجمها يعتبر كبير كبير إذن هنا صغير صغير وهنا كبير كبير أيضا لنرى أحمد ماذا اشترى من السوق؟ قطة حجمها صغير صغير وهنا القطة حجمها كبير كبير إذن لاحظوا الفرق بين حجم هذا القطة الموجودة في الأول والقطة الأخرى هذه حجمها صغير وهذه القطة حجمها كبير كبير أحسنتم أيضا ماذا اشترى أحمد من سوق الحيوانات؟ اشترى أرنب هنا نلاحظ الأرنب في الصورة الأولى حجمه صغير صغير أما الأرنب في الصورة الثانية فحجمه كبير كبير إذن هنا مفهوم صغير صغير وهنا مفهوم كبير 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 أحسنتم طيب نشوف بعد إش اشترى أحمد من سوق الحيوانات؟ اشترى سمك لاحظوا فرق بين حجم السمكة في الأول وحجم السمكة الثانية السمكة الأولى حجمها يعتبر ماذا؟ صغير صغير أما حجم السمكة الثانية فيعتبر كبير كبير إذن هنا مفهوم صغير صغير وهنا مفهوم كبير كبير أحسنتم أيضا نلاحظ أن أحمد قام بشراء حصان لاحظوا حجم الحصان في الصورة الأولى والصورة الثانية هناك اختلاف في الحجم الحصان في الصورة الأولى يعتبر ماذا؟ ها؟ أحسنتم صغير حجم مقارنة بالحصان الآخر يعتبر صغير صغير طيب الحصان الآخر في الصورة الثانية حجمه كبير مقارنة بالحصان الموجود في الأول إذن هنا صغير صغير وهنا كبير كبير طيب أيضا نشوف أحمد وش اشترى من سوق الحيوانات اشترى خروف طيب لاحظوا الحجم في الصورة الأولى الخروف والخروف الآخر هنا حجمه ماذا؟ الحجم يعتبر ماذا؟ ها؟ أحسنتم كبير كبير لو قارننا بالخروف الآخر يعتبر هذا كبير طيب الخروف اللي هنا حجمه كيف؟ مقارنة بهذا الخروف ممتاز يا أبطال يعتبر صغير إذن نكرر خلف المؤلمة كبير كبير وهنا مفهوم صغير صغير نقوم بعمل الإشارة كبير وصغير ممتاز يا أبطال طيب الآن عندي هذا التمرين أبغى أسألكم حدد أين الفيل الكبير؟ الفيل اللي حجمه ماذا؟ كبير وأين الفيل الصغير؟ عندي صورتين للفيل لكن يختلف في الحجم الصورة الأولى هذه وهنا الصورة الثانية كلها للفيل كلها فيل لكن الحجم يختلف نبغى نحدد أول شيء الفيل الكبير ثم نحدد الفيل الصغير يلا وين الكبير؟ اللي حجمه كبير نشير على الشاشة دي ولي الأمر الذي بجانبك أين هو الفيل؟ الذي حجمه يعتبر كبير الأول أو الثاني؟ ممتاز في الصورة الأولى هذه يعتبر حجمه كبير كبير نكرر خلف المعلمة ونقوم بعمل الإشارة كبير كبير أحسنتم إذن الفيل في الصورة الرقم واحد يعتبر كبير طيب الفيل في الصورة رقم اثنين حجمه مقارنة بالفيل رقم واحد شوفوا الحجم ونقارنه هل يعتبر كبير أيضا؟ لا إنما يعتبر أحسنتم يا أبطال صغير يعتبر صغير إذن هنا مفهوم كبير وهنا مفهوم صغير طيب نشوف أيضا نفس الشيء عندي هالمرة قطة القطة في الصور رقم واحد وهنا قطة رقم اثنين لاحظوا الحجم لاحظوا الحجم يختلف صح؟ جميعها قطة لكن الحجم يختلف طيب نبغى نحدد القطة الكبيرة والقطة الصغيرة يلا هل هي في الصورة رقم واحد أو اثنان القطة الكبيرة؟ ممتاز يا أبطال تعتبر رقم واحد هي القطة الكبيرة كبير كبير طيب رقم اثنين القطة تعتبر ماذا؟ أحسنتم يعتبر حجمها صغير صغير مقارنة بالقطة الموجودة في الصورة الأولى واضح؟ أحسنتم طيب نشوف أيضا هالمرة عصفور هنا عندي عصفور في الصورة رقم واحد وهنا العصفور رقم اثنين أيضا جميعها تعتبر عصفور الصور لكن تختلف في الحجم برأيكم أين العصفور الكبير؟ هل هو في الصورة رقم واحد أو اثنان؟ ممتاز يا أبطال اثنان يعتبر العصفور حجمه كبير كبير أما العصفور في الصورة رقم واحد يعتبر ماذا؟ أحسنتم إذن يعتبر صغير يعتبر صغير طيب نشوف الدمية على شكل دب نبغى نحدد وين الكبير؟ وين الصغير؟ هذه الصورة رقم واحد وهذه الصورة رقم اثنين يلا خلونا نحدد أولا الحجم الكبير وين؟ هل هو في الصورة رقم واحد؟ الدمية رقم واحد؟ ولا الدمية رقم اثنين الكبيرة؟ ها؟ أي منهم الكبير؟ أحسنتم يا شطار رقم واحد يعتبر حجمه كبير كبير أما في الصورة رقم واحد يعتبر صغير إذن هنا الدمية حجمها صغير وهنا الدمية حجمها كبير كبير طيب نشوف آخر شريحة في درس اليوم ضع اللوحة الكبيرة في الصندوق الكبير واللوحة الصغيرة في الصندوق الصغير هنا عندي لوحتين حجمها مختلف وهنا عندي صندوقين صندوق كبير وصندوق صغير نريد أن نضع اللوحة الكبيرة في الصندوق الكبير برأيكم رح نحط الصورة هذه رقم واحد ولا صورة رقم اثنين في الصندوق الكبير ممتاز الصورة رقم واحد وصورة رقم اثنين سنضعها في ماذا؟ في الصندوق الصغير لأن حجمها صغير لاحظوا الحين الصور هذه الصورة أو اللوحة الصغيرة وضعناها في الصندوق الصغير واللوحة الكبيرة وضعناها في الصندوق الكبير هذه آخر شريحة في درس اليوم بإذن الله أراكم في الحصة القادمة لنفس الدرس لكن بمحتوى مختلف لكن الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة مع ابنك وابنتك في المنزل من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية وإذا كان ابنك أو ابنتك يعاني من مشاكل في اللغة أرجع عدم إجبار على نطق كلمة صغير وكبير وإنما أقبل منه الإشارة كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة